تنفيذنا لتوجهة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي أتار المرحلة الثانية من مبادرة وصل الخير إسنان يعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استمرار مبادرات الحماية الاجتماعية بتزامن مع استمرار احتفالات ذكرى ثورة 30 من يونيو وقرب حلول عيد الأطحى المبارك وقمت جمعية رسالة أحد أعضاء التحالف الوطني بمجموعة كبيرة من التدخلات التنموية الاجتماعية شملت تجهيز مائة عروس والقيام بأعمال تصطيف المنازل وترميم وتوصيل المياه لعدد 80 أسرى بالإضافة إلى توزيع ملابس وإعانات نقدية وتركيب أجهزة تعويضية وكذلك تقديم صناديق المواد الغذائية في العديد من قرى محافظات الجيزة والشرقية وبن السويف وعلى صعيد رعاية صحية قامت مؤسسة صناع الخير بإطلاق سلاس مبادرات للكشف عن أمراض العيون في سلاس محافظات هي الفيوم وقنة والغربية حيث تستهدف نحو 1600 مواطن أما على صعيد التوعية فقامت مؤسسة رعي مصر بمبادرة الحضانات ضمن مشروع بيت يحميني بقرية بنيزار بمحافظة سهج لتأهيل مئة سيدة للتعامل السليم مع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وتغذية صحيحة هذا ويستمره التحالف الوطني في إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية التي لم تقتصر فقط على توزيع المواد الغذائية كما هو متعارف عليه ولكن امتدت لحزمة كبيرة من التدخلات التنموية التي تسد احتياجات المواطنين بشكل متكامل مما يساهم في رفع جودة مستوى معيشتهم